السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم رسالة شفا في اي وقت باذن الله هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلت في هذا التوقيت اللي منكم حبيب قراءة خاصة حبيب قلبي هتلاقوا لينك الادمن في صندوق الوصف وكمان حطت لكم رقم الواتس للادمن وهي ان شاء الله هتكلمكم منه انا طبعا بعيد الكلام ده كل مرة لان في ناس جديدة بتدخل على القناة ما بتعرفش ان فيه تواصل خاص عن طريق التليفون لان فيه ناس كتير ما عارفتش توصل عن طريق لينك الادمن طب حبيب قلبي رسالة النهاردة واضح ان في شخص هربان من شيء او بعيد عن شيء دلوقتي انت خايف من حاجة هربان من سر ينكشف هربان من حاجة تحصل عارفين الشخص اللي هو ما بيعرفش يحل مشاكله بيختفي ويهرب فيه منكم كده فيه منكم كده لما بتواجه مشكلة او تحس بعدم الامان بتختفي بتنسحب اي حد ممكن يخبط عليك مش عايز تفتح كأنك مسافر كأنك مش موجود بتبقى عايز تهرب من طاقة العالم كله بتبقى عايز انك ما تكلمش حد عايز انك تنعزل في غرفة او في مكان بعيد واضح انك تحتاج الى الخروج والاختلاط بالاشخاص انت غير اجتماعي خالص واضح انك شخص منعزل لوحدك فيه منكم محتاج انه يختلط بالاشخاص او يخرج للطبيعة او انه يجدد منطقته عارف انت لازم تخرج ليه لان فيه حد هيقابلك لو انت خرقت يعني كأن الرسالة بتقولك فيه حد عايز يقابلك او يتكلم معاك مستنيك تنزل مستنيك تخرج مستنيك تعمل حاجة فيه حد عايز يتكلم معاكم حبيبي هنا الشخص ده فيه حد عايز يتواصل معاكم طبعا ده مش مش شرط يكون شخص عاطفي ولكن فيه حد انتو ناس منغلقين على نفسكم ما بتخرجوش ما بتتمتعوش بحياتكم ما بتروحوش حتة فيه حد عايز انه يتكلم معاك كأن الرسالة بتقولك انت محتاج للاختلاط بالاشخاص جدد منطقتك حتى تتمكن من مقابلة شخص ما فيه حد هيقابلكم انا متأكدة من الطاقة دي حد عايز يتكلم معاكم حد عايز يقولكم اسرار معينة حد عايز يتعرف عليكم او حد عايز يقولك انا شبهك انا زيك فيه حاجات فيه فيك حد عايز يقولكم هنا انا شوتكم في احلامي حد عايز يقولكم هنا برضو انا كأني عارفك من زمان ده للبعض طبعا طبعا احنا عارفين ان الانسان الروحاني طبيعته في المسيرة بتاعته بيشوف اشخاص كتير من حياته السابقة اذا كانوا بقى اشخاص عاطفيين او اشخاص فعلا بيحس ان عارفهم قبل كده انت نفسك لما بتمشي في مكان فيه اشخاص بتحس ان هي عارفك قبل كده فبيبصوا لك كتير او بيدنهم يعني بصين لطقتك لوجهك ان هم كأنهم عارفينك قبل كده وانت فيه شخص هيقبلك عايز يقولك الكلام ده عايز يقولكم شفتكم في احلامي انتوا مثلا شفتكم كأب روحاني لي شفتكم على شكل ملاك شفتكم كتوأم روح شفتكم كزوج فيه حد عايز يقولكم الكلام ده حبيبي عايز يعرفكم حاجات عن نفسه انتوا ما تعرفوهاش فيه حد منكم لازم يخرج يخرج للطبيعة يتمشى يعمل اي حاجة في حياتك ما تبضلش كاتم نفسك طول الوقت بين الشغل والبيت والشغل والبيت فيه حد منكم لازم يتحرر من الطاقة دي طبعا هي ما بتكونش للكل ولكن الرسالة بتنطبق على اغلبيتكم هنا مش ممكن توصل لرسالة روحية بالمنظر ده إلا ما بتكون فيه اغلبكم في عزلة او بعيدة عن الاختلاط كمان فيه رسالة هنا للبعض واضح انك شخص من اللي هو بينهي مرحلة مؤلمة في حياته ممكن انت هنا عديد بليالي الروح المظلمة وحاليا انت بتتشافى ممكن انت برضو اشخاص تعنتك بالظهر او عنيت في حياتك او كنت بتمر بوضع صعب ولكن انت دلوقتي بتحاول تكون افضل بتتشافى فانت تفتقد تشافى واضح ان عندكم كمان ارق وإليتنوم بسبب تفكير في حد معين فيه منكم مريض او تعبان ولازم انه يبطل حاجة معينة بياخدها باستمرار او مستمرة على اخدانها زي المهدئات زي المنوم زي مثلا حاجة كده بتشربها باستمرار هي مضرة بصحتك من الآخر حاجة دي لازم تبطلها لازم ان شاء الله لو بتبطلها بالتدريج لازم تخرج من جسمك الشيء ده لازم يخرج من جسمك هو شيء سام هو شيء بيدور الجسد المتجي وكأن روحك تعبانها بتقولك ارحمني طيب كمان للبعض منكم حبيب قلبي ممكن للبعض منكم اتعرض للسرقة او اخذ الاموال او حد اخذ منكم حاجة مش بتاعته وانت حاسس بالعجز لانك مش عارف تغير الطاقة دي او مش عارف انك تطلع منها على فكرة انت مش عاجز انت مش عاجز عشان تفكر بالطريقة دي انت تقدر حتى لو اتخذ منك مال تقدر تجيبه تقدر انك تجيبه مرة تانية او تقدر انك تعمل غيره طول ما فيك انت صحة على وجه الارض تقدر تعمل كتير احمد ربنا على نعمة الصحة اي حاجة راحت منك راجعلك حياتك هتتغير تقدر تغيرها بتفكيرك الايجابي وقت ما شئت يعني كأن الرسالة بتقولك انت تقدر على فكرة الرسالة دي قوية جدا وهي من المرشد الروحي الخاص بيكم كأنها بتقولك استرخي وفوق من اللي انت فيه وبلاش هروب واعرف ان اللي جاي لك افضل افضل باذن الله ما شاء الله عليكم هنا فيه منكم ناس روحانيين كتير قوي وفيه منكم بياخد علاج كأنه بيعالج حد فيه حد بيعالج بالقرآن الكريم هنا مجانا وفيه حد هنا شغال في العلاج الروحي وفيه حد بيحفظ القرآن الكريم معاكم مواهب روحية عالية قوي على فكرة معاكم يعني اسرار خفية ويد من عند الله بتساعدكم في الشيء ده انت مبدع مبدع في كل طاقة بتخش فيها وعلى فكرة فيه منكم واجهه فيه نور انت فيه منكم مش صغير في السن لأ فيه منكم سنه يعني كبير بس ما شاء الله عليكم داخلين في طاقة عالية جدا من الروح والاتصال بالله الاتصال بالذات العليا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يوجد شيء مستخبي هيزهر قدامك قريبا واضح ان الرسالة بتقولك ما تقرنش المقرنة غير عادلة اترك الماضي في الماضي وشوف المستقبل الجديد ما تقرنش طاقة الماضي بالحاضر او بالحاجة اللي هتجي لك شاهد حبك الجديد فوق من وهمك شوفوا حبيب قلبي اللي منكم بيقرن شخص في الماضي بشخص دلوقتي معاه او خايف منه او خايف يحصل له حاجة في الحاضر من شخص معين ما تقرنوش حبيب قلبي المقرنة دي غير عادلة بالمرة اللي جاي غير اللي راح اللي فات كوم وانت قمت خلاص بصحواتك الروحية وفوقت والقادم ليك شيء تاني فوق واعرف ان ربنا بيرسل لك رسائل روحية قوية علشان تكون في الطاقة اعلى من اللي انت فيها ديب كتير وتكون عارفين اللي بيوصل لدرجة الولاية في منكم بيوصل لدرجة الولاية حبيب قلبي بتكون ولي من اولياء الله الصالحين والطاقة دي وصلاني هنا بقالها فترة في القناة وكأن في ناس هنا بتسمعني مأمنين بالروح حبيب قلبي الروحانيات هي مش خزعبلات هي مش حاجة تقدر انك تغيرها او تقدر انك تعملها بنفسك دي ربنا بيوهبها لمن يشاء من عباده الصالحي من اولياءه على الارض من جنوده على الارض واللي بيسمعني هنا هما جنود من جنود الله على الارض بيعملوا حاجة حتى لو انت شخص حاليا مش بتعمل رسالتك او وعدك ان في المستقبل القريب هتعمل رسالتك وهتقرب من ربنا اكتر من كده لان معايا طاقة ناس مشهورة وناز في مجالات تانية اصلا ملهاش علاقة بالروح ولكن انت عارف انك روحاني وعارف انك بتشوف حاجات بتحصل وعارف ان ربنا بيوجهك للقريق ده بس انت بتحاول انك تبعد بتحاول انك تأخر شوية بس اللي جايلك هو افضل وانت هتقرب من ذاتك العليا وهتكون وريب من ربنا اكتر في الفترة اللي جاي احمد ربنا على اللي انت فيه حاليا واسبر على ما اصابك وعلى فكرة حابقى يبقى لبي رسالة هنا بتقول للبعض الاسئلة اللي ببالك ريح نفسك وبطل تدور على جواب كل سؤال لان كل حاجة هتجيلك في معادها حتى رسالتك هتكون في معادها يعني من الاخر هي هي بتقول لك واصبر على ما لم تحت به خبرة الحاجة اللي انت مش عارف عنها حاجة ما تسألش عنها مش وقته خالص مش وقتها صدقني انت محتاج بس تستقبل بطاقات ايجابية تنسف الحواجز اللي بتمنعك من الاستقبال وانها بتمنع الضحكة على وشك والحاجات اللي بتحط حاجز كده ما بتخليش روحك مرحة روحك حلوة انت من جواك احلى من كده طفلك الداخلية عايز يخرج فابتسم للحياة تستقبل من الكون كل الخيرات باذن الله انا خلصت الرسالة حبيب قلبي يا رب اكون فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته